أهلاً فيكم برج السرطان في قناتي رح نجوف توقعاتك العاطفين طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أطول أكتر من أسبوعين وأيضاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالقراءة رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه فاخد الأشياء اللي هي إيجابية من القراءة وترك الأشياء اللي بتحسها سلبية أو بتحسها ما بتنطبق لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر رح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب أو طاقة الشريك وشو الإشياء اللي بينكم اللي ممكن يكون يعني سبب الخلافات بينكم في الوقت الحالي أيضاً خطواتك في المستقبل وخطوات الحبيب في المستقبل ومستقبل العلاقة بينك وبين الحبيب طيب رح نبلش أول بطاقتك أنت يا برج السرطان بالنسبة للا طاقتك يا برج السرطان بس نسحب كروت أول توضيحية لحتى نفهم الوضع أكتر بالنسبة للا طاقتك يا برج السرطان عم شوف أنه حالياً عم تركز على أنك تشافي حالك من وضع معين ممكن يكون في حصل عندك انهيار بعلاقة معينة أو انهيار بأساسات معينة ممكن أيضاً يكون الوضع المادي بالنسبة للك عم شوف المادة كتير كتير مهمة بالنسبة للك في هالفترة لأنه عم شوفك عم تحاول تبني حالك أو تبني مستقبلك فممكن تكون حطيت أمام اختيارين أو شيئين معين أو أنك تختار حتى بين علاقة وبين فرصة عمل وعم شوف الأغلبية منكم عم يختار السلف لوف أو عم تختار أنك تحب حالك وتركز على حالك أكتر بمعنى ممكن البعض منكم يكون أيضاً رحل من علاقة معينة من أجل فرصة مادية أو من أجل أنه يطور وضعه المادي عم شوف في منكم الأغلبية اختار قرار بالرحيل عن شخص معين لأنه الوضع بالعلاقة تبعتك أو مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه كان عم يسبب لك نوع من التشويش كنت مش عم تشوف الأمور بوضوح فعم شوف اخترتوا الرحيل عن إشي معين أو للبعض منكم إذا مش أنت اللي اخترت الرحيل عن علاقة أو اخترت أنك تترك إشي معين بمجرد ما أنه صار فيه نهاية لإشي معين فيه عندك باب جديد انفتح أمامك ممكن يكون أيضاً من ناحية المادية أو فيه فرصة جديدة بحياتك انفتحت ممكن يكون حتى شخص ولكن الشخص اللي الجديد بحياتك ممكن يكون ساهم بوضعك المادي أو نوعاً ما عم يشارك بنجاحك المادي ممكن يكون دعم نفسي ممكن يكون شخص عم تشتغل معه أيضاً أو عم تتشاركه مع بعض نفس نفس الهوايات أو نفس الطموح وعندكم نفس الأهداف والنظرة عندكم نظرة إلى شيء بالمستقبل تتشاركوا فيها بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه هو الشخص اللي عم تتعامل معه لابس قناع أو لابس ماسك أيضاً عم شوفه حالياً هو عالق بمفترق طريق ممكن يكون عم يستني خبر منك أيضاً أو عم يستني رسالة منك أو عم شوفه بالعقل الباطني بده نوع من التواصل معك في عنده رسالة أو إشي معين هالشخص بده يحكيها لا إلك وبده يوصل لك هالمعلومة لا إلك هم شوف هو مركز أيضاً على بدايات مادية جديدة أو إذا فيه عم يفكر بشخص بحياته أو عم يفكر بعلاقة الجانب المادي مهم لها الشخص لأنه عم يبحث عن التوازن عم يبحث عن التوازن من الناحية أيضاً من ناحية الأخذ والعطى بينك وبينه عم شوف أنه هو مركز كتير على وضعه المادي يعني إذا أنت مش عم تحكي مع هالشخص البعض منكم اللي عم يمروا بفترة انفصال هالشخص مركز كتير على وضعه المادي حالياً وفي عنده ممكن أيضاً عم يحط ماسك أو عم يحط شخصية معينة أمامك ممكن أيضاً عم يخفي مشاعره هالشخص والسبب أنه عم يخفي مشاعره أنه من الناحية المادية هالشخص لسه عم يشتغل على حاله أو ممكن أيضاً يحس أنه العلاقة بينك وبينه هو محدود أمام اختيارين بده يختار ممكن يكون شخص قديم أيضاً أو شخص جديد بحياتك ولكنه عم يحس أنه بمفترق طريق وفي عنده أيضاً اختيارين ممكن أيضاً يكون محتار بين أنه يحكي معك وبين أنه ما يحكي معك لأنه عم يشوف أنه في حكية بده يحكيه ولكن العائق اللي موقف بطريق هالشخص هو مادياته أيضاً فعم شوف فيه تشابه بالطاقة هون بطاقتك وبطاقته فممكن تكون أنت عم تتعامل مع توأم شعلة أو مع سول ميت لأنه طاقتكم بتشابه بعض أو بتعكس على بعض بالنسبة لشو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم حالياً أو واحدة من أسباب الخلافات بينكم أو أسباب النزاعات بينكم عم شوف أنه فيه أنت وهو عم تخبوا الطفل الداخل جوادكم بمعنى أنه أنت وهو فيه عندكم صعوبة بأنكم تظهروا مشاعركم تجاه بعض عم شوف أيضاً الأغلبية منكم مش عم يحكوا مع بعض ولكن ما عم شوف فيه مشاكل أو نزاعات ولكن فيه فيه انعزال بالموضوع فيه صمت وفيه حكي كتير مخبة بالصمت هاد بهالكارت مش عم ينحكى فيه وفيه حواجز بينك وبين هالشخص هم شوف أيضاً الصراع على السلطة ممكن يكون واحدة من الأسباب أيضاً اللي فيه مشاكل أو عم تسبب مشاكل بينك وبين هالشخص لأنه مبين أنه أنت وهالشخص تعقدكم تتشاحن مع بعض كتير أو فيه مشاحنات بتعقدكم مع بعض كتير وبسبب هالمشاحنات بتضطر أنك تظهر أنت وهالشخص بصورة معينة أو بتضطر أنك تظهر لهالشخص صورة معينة أو جانب معين من شخصيتك غير اللي أنت بدك تطلعه أو غير اللي أنت تطمح أنه هالشخص يشوف فيك هم شوف أيضاً فيه فيه انجذاب جسدي كتير عالي بينكم بالذات من طرف الرجل بهالعلاقة أو أو الطاقة اللي هي رجلية بهالعلاقة هم شوف أيضاً الإمرأة فيه عندها انجذاب طاقتكم طاقتكم متناغمة مع بعض برغم أنكم مش عم تحكوا مع بعض ولكن فيه أنت عم تحس بطاقة هالشخص وهالشخص أيضاً عم يحس وطاقتك بمعنى أنه فيه فيه تواصل روحاني بينكم كتير كتير عالي وبالنسبة للطاقة بينكم عم شوف أنه فيه أخذ وعطى بالطاقة فيه توازن يعني عم شوف الأغلبية منكم عم يحاول أنه يركز بالشفاء بهالطاقة عم يحاول أنه يركز أو يبعث للطرف الآخر طاقة إيجابية من نسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف العلاقة اللي أنت فيها يا برج السرطان تطلب منك أنك توكل أمرك أو طاقتك تماماً إلى الخالق أو يعني تخلي الأمور تيجي مثل ما الله بيريد لأنه فيه بعض الأشياء بعلاقتكم خارج عن سيطرتك وخارج عن سيطرة الشخص الآخر فعم شوفك بالمستقبل عم تحس بنوع من من الثقل ممكن يكون بطاقتك أو ممكن يكون عم تحس أنه العلاقة بتثقل عليك أو بتحمل وزن عليك وفيه صعوبة من أنك تتخطى أو تبعد عنها الشخص فيه صورة عم تظهرها أنت لها الشخص أو رح تظهرها بالمستقبل لها الشخص بأنك ما بتريده أو وضعك أوكي من غيره ولكن أنت بتشوف هالشخص سول ميت وبتعتبره رفيق درب والفكرة الأساسية هون أنه أنت عم تحس بضغط بسبب بعدك عن هالشخص لأنه هالشخص حامل بلورة أو حامل كريستالة فبمعنى أنت عم تحاول تكتشف معلومات أكتر عن هالشخص ممكن تكون أوراق تارود أو ممكن تكون عم تحاول تتابعه أيضا بالسوشال ميديا في حدا في حدا في طرف ثالث بالعلاقة بينك وبين هالشخص عم يراقبكم ممكن من بعيد أيضا أو رح يراقبكم في المستقبل من بعيد في ناس أو في شخص مغين عنده مشاعر لإلك أو للشخص الآخر اللي عم تتعامل معه بس بالأغلبية ممكن في عندك هون معجب سري أو شخص عم يراقبك من بعيد وعم يشوف التواصل اللي عم يصير بينك وبين الشخص الآخر ممكن ممكن أنت عم تحط ممكن بالسوشال ميديا أيضا عم تحط أشياء مقالات أو خواطر موجهة إلى الشخص الآخر وفي أشخاص أو في شخص معين بيعرف أنه أنت عم توجه هالرسالة أو هالطاقة للشخص الآخر من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوفه عم يحس بيرفض يعني لسه بيئة المستقبل عم يحس إنه مرفوض منك أو أنت رفضته أو رفضت عرض حب هو كان بده يقدمه لإلك هو يحكي فيه معك عم شوفه أيضا بالمستقبل هالشخص مشاعره بتتحول من ممكن في بداية العلاقة بينكم العلاقة كانت أغلبها انجذاب جسدي بحت أو بالأغلبية كانت انجذاب جسدي عالي ولكن عم شوف بالمستقبل هون الشخص اللي عم تتعامل معه عم يشوف عم يشوف الرضا النفسي أيضا عم يشوف إنه ممكن أنت تقدم له الرضا النفسي اللي هو عم يبحث عنه هالشخص بيشوفك أيضا إذا أنت إمرأة أو حتى رجل بيشوفك شخص متمكن أو متحكم بطاقتك أو بتعرف تتحكم بطاقتك أيضا ممكن إذا فيه بالمستقبل بينك وبين هالشخص أو فيه أشخاص أو أطراف تالتة بالعلاقة عم يشوف هالشخص شخص دفاعي أو شخص عفوا شخص هجومي يعني ممكن إذا فيه أي منافسة بينه وبين أشخاص أخرى هالشخص ممكن يكون عصبي أو ممكن يكون متهور ممكن بيشوفك هالشخص أنت فيه عندك تحكم بعواطفك أكتر من ما هو فيه عنده تحكم بعواطفه عم شوف أيضا أنه هالشخص بيطمح أو بده نوع من التغيير في المستقبل لأنه بيشوف فيه بينكم عم يحاول أيضا عم يحاول أنه إذا صار فيه رافض منك برج السرطان تجاه هالشخص عم يحاول أيضا أنه يظهر بشخصية أو ب برسونة أنه مش مأثر فيه الوضع بالمستقبل بالنسبة لتعقدكم المشتركة في المستقبل عم شوف بالتأكيد رح يصير فيه بينكم بداية جديدة لأنه فيه عندك أيسين أو فيه بداية جديدة رح تصير بينكم وفيه عندكم أيضا حتى بالمستقبل الطاقة الجسدية بينكم كتير رح تكون رح تكون عالية بس لسبب ما عم شوف لسه فيه سرية بالموضوع أو أو لسه فيه نوع فيه شخص أو فيه طرف هون لسه المشاعر مش عم تحكوا فيها أو مش عم تعبروا فيها لبعض لأنه أنت عم تطلع على فيه عائق بينك وبين هالشخص أنت عم تطلع على الحب والمشاعر اللي بتكن لهالشخص وهو أيضا عم يطلع بكاست الحب تبعتوا ولكن ما فيه حكي عم يصير بينكم وكأنه الطاقة هاي طاقة خباية أو طاقة لسه ما انحكى فيها ولكن بالمستقبل بما أنه فيه عندك وصوردس تتبع التواصل ممكن يكون فيه بينكم أيضا تواصل وعم شوف أغلب التواصل إذا في الماضي تواصل بينكم كان أغلبه أو سطحي أو أو يعني ما فيه أي عمق بيه المستقبل فيه عمق بالتواصل أو فيه حتى فيه حتى حكي أو اعترافات بينك وبين هالشخص رح تصير بمشاعركم تجاه بعض عمشوف أيضا أنه أنتو فيه حدا فيه حدا منكم مفهومه عن العلاقة الجسدية بينكم غير الشخص الآخر يعني فيه شخص أو فيه شخص بيحب المغامرة أو بيحب يجرب إشياء جديدة وفيه شخص ممكن بينظر للعلاقة الجسدية أو تمديد للعلاقة الروحانية أيضا فإنتو شوف تنطبق على مين بالضبط ولكن فيه بدايات جديدة بينك وبين هالشخص رح تزير أنا فيه هون عندي كروت أو رسائل حطيتهم أو سويتهم من من الحبيب أو من الشريك رح ناخد منهم أكمل رسالة اللي هي ممكن تكون يعني رسائل موجهة لإلك من الشخص الآخر أنا ما لقيت أي دك يعني أونلاين يكون فيه نفس الرسائل اللي موجودة هون فبدي أجرب هالإشي الجديد إذا حبيته أو إذا حسيته وإنه منطبق أو كتير منطبق على حالتكم مع هالشخص ممكن نخلي هالرسائل شيء يعني دائما نستخدمه بقراءاتنا بالمستقبل فالرسائل اللي الحبيب بده يحكيها لإلك ممكن ولسه ما حكاها لإلك فهالشخص بيتخيلك وبيحلم فيك دائما بحياته اليومية حتى إذا مش عم تحكي مع هالشخص فبده يحكي لك أنه بيفكر فيك فبالأغلبية أنت عم تتعامل مع توقم شغلة لأنه بيحس أنه أنت مثل مرايته هالشخص وبيحس أنه أي إشي سواء كان بطاقته أنت تعكس هالطاقة عليه أو بيحس أنه أنت كطاقتكم بتتشابهه كتير مع بعض فبيحس أنه أنت بتشوف حتى إذا هو عم يحاول أنه يحط شخصية معينة هالشخص بيشوف أنه أنت تستطيع أنك تشوف يعني تحت جميع هالشخصيات اللي بيحطها أو البرسونة أو أي شي ممكن يكون في بينك وبين هالشخص اختلافات عديدة بينكم وهالشخص بيحكي لك بالرغم منه أنه ممكن يكون في بينكم اختلافات بالشخصية أو اختلافات بالنظر إلى الأمور إلى أنه دائما بيحبك حب غير مشروط وما بيضي إياك تتغير من أجله أو من أجل أي شخص آخر أيضا بيحكي لك فهالشخص فيه عنده عادات بحياته أو بشخصيته هو بيحس أنه عالق فيها أو بيحس أنه مش عم يستطيع يطلع منها بيحس أنه عالق بتفكير قديم ممكن أو طرق حل الأمور قديمة فهالشخص كان عم يحاول أو عم يحاول أنه يتجنب الحديث معك أو يتجنبك ممكن بسبب أيضا الرسائل السابقة مثل ما حكينا بسبب أنه أنت بيحس أنه أنت بتشوفه على حقيقته أو على طبيعته فأيضا ممكن يكون بسبب مشاكل أخرى بحياته أو أشخاص أخرى أو عمل عم يحاول أنه يبعد عنك أو ما يحكي معك في الفترة الحالية فهالشخص بيح حياته بيشوف دائما رسائل أو إشارات محوطة فيه بالكون أمامه بيشوف أنه هي دائما يعني ممكن يكون عم يسمع أغنية مثلا والأغنية هيتذكروا فيك أو بيكون فيه مطرح معين وهالمطرح معين بيذكروا فيك فهالشخص عم يشوف أنه بحياته العامة فيه إشيه كتير بتذكروا فيك وهو مركز الشخص أيضا اللي عم تتعامل معه ممكن يكون أو ممكن يكون أيضا شخص روحاني يعني بيفهم على الإشارات وبيفهم على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغيب عن نظر الأشخاص الأخرى بلن نشوف آخر إشيه فقط نصائح لإلك ممكن تفيدك ممكن تستفيد منها فيه تغيير رح يصير بيه حياتك بيه المستقبل مع هالشخص فيه تغيير رح يكون آآ إيجابي عم شوفك آآ عم شوفكم الاتنين عم كنتوا عم تحاولوا تدعو أو توصل صلواتك إلى الله أنه أنتو تكونوا مع بعض لأنه عم فيه عوائق بينكم أنا ما بعرف شو هي ولكن بيختلف يعني من شخص الآخر ولكن فيه عوائق بينكم أنت حسيت أنه الحل الوحيد أنك تلجأ لأ الله وتترك الأمور تتصلح مثل يعني مثل ما الله بيريد أو تتركها إلى الوقت المناسب أم شوف أيضا عندك كرتين إموشنز اللي هو بيتبع سويت تبعة الكب فيعني علاقتكم بيه المستقبل رح تتقربوا من بعض أكتر وفيه حنين رح يصير فبرغم أنه مش عم تحكوا مع بعض وبرغم العقبات اللي عم تواجهكم حاليا إلى أنه هاي هي نفسها العقبات اللي رح تعمق التواصل بينكم الروحاني لحتى تثق أنت بروحانيتك والشخص الآخر أيضا يثق بروحانيتك همشوف أيضا رح يصير فيه تفاهم فيه احترام أكبر وأكتر في المستقبل فحاول أيضا بما أنه هاي كروت نصيحة حاول أنه أنت تخلي قلبك مفتوح لها الشخص ولها العلاقة بالمستقبل حاول أنك تكون دبلوماسي أكبر حباي ببرج السرطان بتمنى قراءة تكون فادتكم احكولي إذا حبيتوا فكرة الرسائل هاي من الطرف الآخر إذا حبيتوها رح نكملها في الفيديو هات القادمة إن شاء الله الفيديو يكون انطبق عليكم إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوف